موضوع آخر لكن من نوع تاني كمان فاجأ الناس مبارح وهو استقالة هاني شاكر مباشرة على الهواء من خلال برنامج الحكاية مع عمر أديب وهذا الشيء من بعض المشكلة اللي صارت مبارح في مؤتمر الصلح بين حسن شاكوش وشعبة الإيقاع واللي كان برعاية وحضور هاني شاكر وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والنهاردة من بعد مسعيد الأرتست اعتذر لهاني شاكر والموسيقيين نزل لمقارات النقابة علشان يقنعه هاني شاكر أنه يرجع عن قرار استقالته وهذا طبعا بهدف التأكيد لي على حبهم وعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماع طارق لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر وهو طبعا نقيب الموسيقيين وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة وبيناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعضول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة طبعا اللي شعر بيها أعضاء الجامعية العمومية خلال السنين اللي فاتت وقبل منا أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية بيان قرر فيه التالي تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق من تسبب بهالي الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازات المتسبب وثانيا رفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لمجموع فناني مصر استقالة الفنان الكبير هاني شاكر ودعمه بكل صور الدعم اللي بتحفظ له مكانته اللائقة كفنان كبير استطاع أن يتخذ لنفسه مكان مرموقة من بين المبدعين في مجال غناء ونقيب شهدت النقابة في عهده تطورا ملحوظا ليس على مستوى أعضاء الجامعية العمومية بل والمجتمع بأسره